التهيئة للفصل الثالث المتطابقات والمعادلات المثلثية تحليل كثيرات الحدود يمكن تحليل كثيرات الحدود التربيعية كما تحلل الأعداد الكلية ولكن عواملها ستكون كثيرات حدود أخرى أما كثيرة الحدود الأولية فتسمى كثيرة الحدود التي لا يمكن تحليلها بكثيرة حدود أولية سؤال حلل كل عبارة فيما يأتي تحليلا تاما وإذا لم يكن كذلك ممكنا فاكتب كثيرة حدود أولية سالب 16A تربيع زائد 4A نلاحظ لدينا أن 16 هنا هي 4 تربيع تكون سالب بين قوسين 4A الكل تربيع زائد 4A نلاحظ لدينا أنه يوجد لدينا عوامل مشتركة إذن 4A هنا وهنا 4A نخرج 4A بالرقوس ليصبح لدينا سالب 4A زائد 1 للتأكد 4A في سالب 4A هي سالب 4A الكل تربيع 4A في 1 هي 4A بعد ذلك 4A مضروبا في 1 ناقص 4A نأتي إلى العبارة التالية 4X تربيع ناقص X زائد 6 لا يمكن تحليلها وبالتالي هي كثيرة حدود أولية عبارة أخرى 2Y تربيع ناقص Y ناقص 15 يمكن تحليل هذه العبارة إما بطريقة المقص أو بطريقة القانون العام بعد ذلك بعد ما نحللها سيكون لدينا 2Y زائد 5 في Y ناقص 3 نأتي إلى بعض المفاهيم ما هو الحل الدخيل هو الحل الذي لا يحقق المعادلة الأصلية حل المعادلة بطريقة التحليل هي طريقة لحل معادلة الدرجة الثانية أي ثلاثية الحدود بحيث تحلل إلى حاصل ضرب حدي سؤال حل كل من المعادلات الآتية باستعمال التحليل X تربيع زائد 6X يساوي 0 نأخذ عامل مشترك X إذن X بين قوسين X زائد 6 يساوي 0 إما X يساوي 0 أو X زائد 6 يساوي 0 الآن نطرح 6 من الطرفين وبالتالي X يساوي سالب 6 إذن الحل هو 0 وسالب 6 معادلة أخرى X تربيع ناقص 9 يساوي 0 بما أن التسعة هي 3 تربيع وبالتالي X تربيع ناقص 3 تربيع يساوي 0 إذن الآن حاصل الفرق بين مربعين X ناقص 3 و X زائد 3 وبالتالي إما X زائد 3 يساوي 0 أو X ناقص 3 يساوي 0 إذا كان X زائد 3 يساوي 0 فبالتالي X يساوي سالب 3 أما إذا كان X ناقص 3 يساوي 0 فبالتالي X يساوي موجب 3 إذن الحل هو 3 وسالب 3 معادلة أخرى X تربيع زائد 2X ناقص 35 نريد عجدين حاصل ضربهما سالب 35 وحاصل جمعهما 2 هو زائد 7 هو ناقص 5 إذن X زائد 7 في X ناقص 5 يساوي 0 بما أن المعادلة هنا صفرية إذن يوجد لدينا حلان إما X زائد 7 يساوي 0 أو X ناقص 5 يساوي 0 إذا كان X زائد 7 يساوي 0 وبالتالي X يساوي سالب 7 أما هنا فX يساوي 5 إذن الحل هو سالب 7 و 5 معادلة أخرى X تربيع ناقص 7X زائد 12 نريد عجدين حاصل ضربهما 12 وحاصل جمعهما أو طرحهما هو سالب 7 هما ناقص 4 و ناقص 3 إذن X ناقص 4 و X ناقص 3 يوجد لدينا حلان إما X ناقص 4 يساوي 0 أو X ناقص 3 يساوي 0 هنا X يساوي 4 وهنا X يساوي 3 إذن الحل هو 3 و 4 何تعرض من صغير ترجمة نانسي قنقر ف� Guys